موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الأردني عقل تيسير قدح تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى هذه المدان عجز القصيد وجفت الأدواء وخبى على هام البدور سناء وتبدلت بعد انبلاج صباحها غرر لها وانهدت الأسماء هذه المدائن لم تعد تلك التي بنيت لها فوق التراب سماء بغداد بغداد أضحت لا ترى أركانها فكأنها بعد الشموخ هباء أعي الهلال سحابها حين امتطاقم مضياء فغارت الأضواء دمها غدا زاد الفرات ومده من بعد أن قتلت بها الأنواء فمضى لدجلة يستغيث رواءه فسقاه حزنا ليس فيه رواء ودمشق ودمشق أفضت للحمائم قلبها فمضت تنوح بجوها الورقاء وارقاء حزن المآذن شفها شوق إلى صوت المؤذن بحه الإعياء مدت إلى الفآفاق دمع عيونها تبغي الضياء وليس ثم ضياء وجعي عليك وجعي عليك دمشق أدمى أحرفي أحيا جروحا ما له النشفاء ومضت تشاطرك الأسى وتصوغه ألما يفتت قلبها صنعاء هتف النحيب مدويا بجنانها دمعا تقود ركابه الأرزاء فكأنها الصحراء أرهقها الضمى تبكي السنين وخطوها عجفاء وعلى طرابول سلمنا يا حومت تقتاد جذوتها يد عسراء ألقى عليها الليل ثوب سواده وتبخترت في أفقها الظلماء بالله بالله من للقدس إذ صرخت بنا وقلوبنا عن همها صماء بالله بالله من للقدس إذ صرخت بنا وقلوبنا عن همها صماء من ذا يداويها ويجبر كسرها وعيوننا عن جرحها عمياء هذه المدائن هذه المدائن آه كيف تبدلت وغدا يقود شموسها الأعداء قد فرقت كالأقد ينثر حبه فتبعثرت في أرضها الأشلاء لا حول تملك كي ترى منظومة بعد التفرق والهوى أهواء فالله نرجو أن يلم شتاتها وتحل فيها الشمس وهي رخاء حتى تعود وقد تنفس صبحها وتخيط أنجمها يد بيضاء بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أنا الكاتبة فداء الزمر كاتبة متخصصة في مجال أضب الطفل لما يزيد عن 90 كتاب للأطفال ما بين طبعا قصة ومسرحية هذا كتابي كتاب بعنوان من حقي هذا الكتاب يحوي طبعا 22 قصة هذه القصص تعرض القضية الفلسطينية من خلال حقوق الطفل يعني أحببت أن أعرض القضية الفلسطينية بطريقة مغايرة عن الطريقة النمطية الموجودة فأنا أعرف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم حقهم في التعليم حقهم في أن يكون لهم اسم يعتزون به رية الرأي والتعبير حقهم في أن يكون لهم بيت وحماية من الإساءة الجسدية وحقهم في أن يعيشوا في مكان نظيف وبنفس الوقت عندما أعرض هذا الحق أعرض الواجب على هذا الطفل ليس فقط من حقه وإنما أيضا عليه واجب مقابل هذا الحق وأصلت الضوء على الحقوق التي حرم منها أطفالنا أطفال الشعب الفلسطيني إن تانوا في الداخل الفلسطيني من خلال عملياء الأسر من خلال التهويد من خلال عدم وجودهم على مقاعد الدراسة في سن المدرسة من خلال الفقر طبعا عدم حرية الرأي والتعبير كل هذا أيضا الطفل الفلسطيني في الشتات من خلال وجوده في مخيمات لا تؤمن له الحياة الكريمة ولا البيئة التي طبعا يجب أن يعيش فيها هناك له وطن جميل في فلسطين وكان لجده وآبائه بيوت جميلة وكان لهم عالم جميل بينما هو يعيش في مخيم داخل غرفة صغيرة ربما لا يوجد تهوية لا يدخلها الشمس مساحات ضيقة أيضا فقر إلى آخره كل هذا يجده الطفل من خلال هذا الكتاب إضافة أني تطرقت لموضوع القضية الفلسطينية موضوع فلسطين من حيث المكان الديني ومن حيث المكان التاريخي أيضا يجد الطفل كل هذا بقالب قصصي جميل من خلال قراءته لهذه القصص أيضا أحببت أن أمد جسور محبة ما بين الأطفال خارج فلسطين ووطنهم فلسطين كل طبعا قصة طرحتها طرحت مثلا تحدثت عن المدن تحدثت عن القرى الزي الشعبي الأكلات الشعبية التي يحاول المحتل أن يصرقها حتى هذه تخيلوا أن المحتل يحاول أن يصرق أكلاتنا وزينا ويدعي أنها له طبعا لأنه دولته قائمة على الأساطير وقائمة على الكذب فيحاول أن يصرق كل شيء ليس فقط وطننا وليس فقط وإنما أيضا تراثنا وتاريخنا وجغرافيتنا وحضارتنا فأركز على هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب أيضا عرفتم بأهم المصطلحات الطفل الفلسطيني يجهد كثير من المصطلحات مثل مصطلح النكبة النكسة حق العودة مفتاح العودة مخيمات اللجوء كل هذا أيضا عرفتم بواجبهم نحو وطنهم فلسطين كل هذا يجده الطفل داخل هذه الموسوعة التي طرحت القضية الفلسطينية من خلال 22 قصة للأطفال الكتاب تم إنتاجه من خلال جمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة مجد وأحببت أن أقرأ لكم قصة صغيرة وصلت الضوء على قصة صغيرة من هذا الكتاب القصة التي تعرض حق الطفل الفلسطيني في أن يكون له بيت دافئ وآمن ونحن نجد أطفالنا في غزة يعيشون في الخيام في هذا البرد القارس كيف لهم أن يعيشوا في كل هذه القصوة؟ أجسادهم الصغيرة لا تحتمل كل هذا البرد وهذه دعوة إلى المنظمات الحقوقية التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان أينها من أطفالنا في غزة؟ ومن أطفالنا في سوريا؟ ومن أطفالنا في العراق؟ ومن أطفالنا في اليمن فكل هذا طبعا من خلال سأقرأ لكم حق الطفل أن يكون له بيت قصة بعنوان بيتيم أمام خيمة صغيرة جلست لمياء تراقب عصفورا يجمع القش سألت أمها أمي لما يجمع العصفور القش؟ ليصنع بيتا دافئا لصغاره أجابت أمها نظرت لمياء بحزن إلى الخيمة التي أخذت تهتز بقوة بسبب الرياح وقالت أمي ليت أبي يصنع لنا بيتا دافئا مثل هذا العصفور طبعا يتبع هذه القصة مجموعة من الأسئلة وجملة من حقي أن أعيش مع أسرتي في بيت آمن وأنشطة تفاعلية تعمق هذه المفاهيم ويسم وتلوين الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم هذا تطبيق آخر للحرف العربي الحرف العربي أنا أحس هو أسير الورق لفترة طويلة من نشأته كان أداة رئيسية لتدوين النص القرآني والنص العلمي بس أقول الآن الأوانا واحد إذا يتحرر الحرف من الورق راح يطلعنا بأشكال جديدة هذه المحاولات اللي دعا حاولها قدر الإمكان هذا عمل نحتي من الحديد جزء من معرض دبي دا يشتغل به النص عبارة عن جزئين متقابلين حوار داخل النفس هو المقول اللي جبران يقول ليتني طفلا لا يكبر أبدا فلا أكره ولا أنافق فسويت اللون الأسد والأبيض اللي هو ما بيلاكر هو الأنفاق الأول الألوان واضحة ما فيه لون وسط خليت اللون الرصاصي هنا في بعض المواقع هذا هنا راح يشوف اللون الرصاصي موجود حتى يصير مزج بين العملين طبعا هذا يكون عمل مقابل إلى كامبس كبير محاكاة نفس النص بس بطريقة أخرى هنا أنا دعا أقاطع حروف مع بعضها ودعا أشوف الفضاءات اللي تطلع من خلال تقاطع الحروف مع بعضها عندي بعض التصليحات هنا دعا أصلحها تقاطع الحروف مع بعضها ينطيني فضاءات وفراغات جميلة جدا أنا مرات أشوف الفراغ أجمل حتى من الحرف طبعا مع كل هذا التجديد أنا أشوف أنه أنا محافظ على الأصول الأصلية للحرف ومقاسات الحرف هذا خط الثلث بس بطريقة حديثة لم أغير بقواعد الخط بس غيرت بطريقة استخدامها غيرت بطريقة تنفيذها غيرت الخامات فإن نوصل إلى تجارب أنا أشوف الناس حبوها كثير يعني كل من يزورني أي شخص حتى غير مقتلد يحبون هذه التجارب كثير إن شاء الله الناس يتمتع بي أنا يهمني الناس يتمتع بي وأتصور هذا هو مستقبل الخط العربي راح مش بهذا الاتجاه أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الأردني عقل تيسير قدح فاسمحوا لي أنا ورحبا بضيفي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك مرحبا وسهلا بك حياك الله يحفظك ربي وسهلا بك حياك الله فرص سائدة الله يسعدك أهلا وسهلا حضرتك ترأس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة لعدة دورات انتخابية يعني نبدي أن نتحدث عن فكرة التأسيس يعني كيف صارت فكرة أنه تأسيس جمعية تجمع بين التراث والثقافة أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية قناة الرافدين قناتنا الحبيبة برنامج فضاءات بتقديمك شعرنا الحبيب حياك الله الشرف أن أكون معك في هذا البرنامج جمعية الزرقاء جمعية ثقافية تعنى بالتراث والفلكلور في المقدمة نهتم بالنشاطات الثقافية بشكل عام في الشعر في الأدب في القصة في الرواية في المسرح في الطرب تأسس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة بسبب بعدنا عن العاصمة عمان بعدنا عن المحافل الشعرية الكبيرة قررنا مجموعة من الشباب الناشطين تشكيل نوا لعمل ثقافي لعمل هالي ثقافي في الزرقاء شباب مثقفين شباب مختصين في الأدب شعراء كتاب روائيين قاصين مسرحيين مطربين عزف موسيقي نعم جميع المناحي الثقافية نعم إذن هذا العنوان عنوان شامل أردتم أن تستوعب كل هذه الفنوان الإنسانية نعم جميل مدي أن الآن نتحدث عن النشاطات يعني مدي أن نصلت الضوء على نشاطاتكم وخاصة ما يتعلق بالتراث أي جانب من التراث تهتمون به وتقدمونه للمشهد الثقافي النكبة كانت سر من أسرار جمعية الزرقاء للتراث والثقافي النكبة في عامها الخمسة والسبعين أجيال اندثرت أجيال ماتت أجيال انتهت نعم هذه الأجيال كانت متمسكة بتراث بعادات أنت تقصد عمر النكبة خمسة وسبعين عام نعم من عام ثمانية واربعين نعم نعم الاحتلال يراهن على فقد الهوية الفلسطينية نعم الاحتلال يراهن على نسيان الأجيال القادمة تراثها نعم عاداتها تقاليدها دينها الاحتلال يراهن على طمس الهوية الفلسطينية نحن كشباب كيف نرجع الفكر إلى الهوية الفلسطينية كيف نحبب الناس في الهوية الفلسطينية نحببهم بالتراث بالأشياء البسيطة بالأشياء اللي سمعوا عنها ما شافوها نخليهم يشوفوها نحط لهم إياه على أرض الواقع جدتي وستتي نحن نحكيها بالفلسطيني نعم لبست الثوب المطرز الثوب المطرز هو هوية فلسطينية للمرأة الفلسطينية التي عانت عندما صنعت هذا الثوب المرأة الفلسطينية عندما جعلت من الليمون من الزيتون من العنب من الخضروات نسيجا في ثوبها كانت تعاني عندما صنعت هذا الثوب نحن لن نتخلى عنه بكل هذه السهلة فهو هويتنا وتراثنا إذن التركيز الآن على ما يخص التراث الفلسطيني لإبقاء القضية حية من خلال هذه المفردات يعني هي شكل أو وجه من أوجه المقاومة ضد الاحتلال الذي يحاول أن يمسح الذاكرة الفلسطينية والذاكرة العربية والإسلامية من أنه فلسطين دولة عربية إسلامية هي جزء من هذا الوطن الكبير جميل أن التركيز على يعني أفهم أنه المساحة الأوسع في نشاطات التراث هو للهوية الفلسطينية تقدر تحكي خمسين في المئة نعم لأنه في عنا العروبة في عنا أردن الوطن في عنا بلاد الشام والعراق هي هوية فلسطينية أيضا نحن ننتمي إلى العراق ننتمي إلى بلاد الشام ننتمي إلى الأردن ننتمي إلى بعدنا العربي فمثلا الكفية الفلسطينية يعني اشتغلتم على التراث العراقي والتراث الشامي نعم يعني الكفية الفلسطينية هي كفية عراقية نعم مثل ما هو معروف عندكم لكن هي تورة هي مشتركة من مدينة الكوفة نعم نعم فنحن نستمد بعدنا المقاوم من بلادنا العربي من بعدنا الإسلامي من بعدنا العربي التراث الفلسطيني هو قسم وجزء لا يتجزأ من هوية جمعية الزرقاء للتراث الثقافي لكن لا ننسى بعدنا الأردني وبعدنا العربي وبعدنا القومي والإسلامي نعم أفهم من ذلك أنه أقمتم نشاطا ما يخص التراث العراق والشام نعم أي جانب من التراث يعني إذا الباكرة تسف في مجموعة من الملتقيات عملنا معارض للفن التشكيلي العراقي نعم مع الجالية العراقية نعم عملنا مجموعة من الأمسيات الشعرية عملنا مجموعة من الملتقيات وندوات حوارية عن التراث العراقي نعم حضارة العراق حضارة عظيمة هي أقدم الحضارات وهي تقريبا من أعظم الحضارات الموجودة في العالم فلا نستطيع أن ننسى بعدنا العراقي نعم وهويتنا العراقية ونخوتنا العراقية والمفردات العراقية الجميلة هي جزء لا يتجزأ من جميلة إذا النشاطاتكم تتراوح بين ما يخص التراث وما يخص الثقافة بشكل عام هذا العنوان الواسع يعني الأدب يعني الشعر الخطابة القصة الرواية يعني يعني أيهم يأخذ مساحة أوسع في نشاطاتكم نحن مقسمين نعم بصدق عنا مهرجانات كبيرة نعم عنا أمسيات شعرية بسيطة عنا ملتقيات للقصة ملتقيات للرواية ملتقيات مجموعة أدب نعم الجنس الأدبي حاولنا أنه نكون مميزين في الجنس الأدبي نعلم الشباب نعم الصاعد أو الجيل الصاعد الجنس الأدبي لأنه إحنا مرينا بفترة من الفترات أو أنا دع أحكي عن تجربتي الشخصية أنا مريت بفترة من الفترات مش عارف شو جنس الأدبي اللي أنا بحكيه نعم هل هو نثر هل هو شعر هل هو خاطرة هل هو رواية هل هو قصة هل هو مقالة فكنت تاية إحنا جيلنا بصدق عنا الفقر عنا العوز جيلنا مش جيل مثقف زي اللي قابلينا قابلينا كانوا مثقفين بالفطرة وكانت الجريد الثقفهم الكتاب يثقفهم كان عندهم مساحة أوسع جيل الثمانينات والتسعينات كان جيل لحق الفقر نعم حروب العراق حروب العراق مع إيران حروب بشكل عام المنطقة كانت يعني على بركان على فوات بركان فما كانت الثقافة نعيشها نعم كانت بعيدة التلفزيون يثقفك في مسابقات ثقافية فكر وارباح بنك المعلومات مثل هيك لكن ما كان عن المرجع الكتاب جيلكم أو الجيل اللي قبل كان مرجعه الكتاب نعم وهاي حسنة للجيل السابق وكانت سيئة لجيلنا أنه إحنا بعدنا عن الكتاب كانت فيه فجوة بين الكتاب والشعب والعامة جمعية الزرقة للتراث والثقافة بصدق حبينا نطوع الشاعر المحترف نعم مع الهاوي فيه فجوة بين المحترف والهاوي المحترف دائما فيه عنده نرجسية فيه عنده نحن بنحكيها بالعامية شوفة حال نعم الهاوي بده يحكي عن نفسه أنا شاعر أنا شاعر بده يحكي للناس أنا بدي أطلق الصرخة تبعتي بده يفبت هويته نعم فيه فجوة بين الشاعر والهاوي حاولنا نقرب هذه الفجوات حاولنا أنه نطوع الشاعر العملاق مع الشاعر الهاوي أو الموهبة لأنه مش شاعر لسه هو موهبة يعني تعملون دورات أم مهرجان مشترك دورات ومهرجان تستدعون الشعراء المحترفين مع الهوات نعم نعم كسب الخبرة نعم الهاوي بدون ما يكسب خبرة ما راح يقدر يوصل للمراحل أكيد أقمتم عدة مهرجانات يعني والتراث والثقافة أحد المهرجانات حمل عنوان نصرة القدس والأقصى ما النشاطات التي عرضتموها من خلال هذا المهرجانة؟ هي هوية فلسطينية بالكامل نعم نحن نجيب الزيتون، الليمون، العنب الخليلي، البرتقال من يافا نضع خارطة فلسطين نعم حدود فلسطين التاريخية لا نتخلى عن جزء أو ذرة تراث من الأرض الفلسطينية يعني جبون فمار من هذا الفمار أم لوحات يعني؟ فمار ولوحات ومطرزات نحاول أنه نحط كيف مسلسل التغريب الفلسطينية معرف نعم عالج جزء بسيط من المشكلة الفلسطينية نعم نحن نحاول أنه نحط أمام أعين المشاهد الهوية الفلسطينية أو التاريخ الفلسطيني أو التراث الفلسطيني نعم بفلكلور، دبكات شعبية، بالشعر الشعبي الفلسطيني بشعر المقاومة الشعر العمودي يعني مهرجان كان شاملا شراث مع أدب نعم وكلمات من الداخل المحتل في عنا مجموعة من المرابطين طيب كيف تعرض هذه المختنيات حضرتك كنت العزياء والمطرزات وأيضا مع الفاكهة مع اللوحات مع القصائد والخطابة كيف تجمع؟ المسرح جزء المسرح له الشعر وله الإنشاد وله العروض الفلكلورية نعم المطرزات الحرف اليدوية الفن التشكيلي المادة العينية المقدمة من فلسطين إلى المسرح نعم من الفواكه والخضروات إلى آخرهم من المسميات هذه لها مكان وهذه لها مكان نعم خصوصية الأدب والشعر خصوصية نحترمها ونجلها نعم للشعر مبادئ كلها تعرف في يوم واحد أم على مدى أيام؟ في السابق كنا نعملها على سبع أيام نعم لكن كانت صعوبة بالغة بسبب المادة الضعيفة بالنسبة لنا التكلفة عالية عالية جدا فآخر ثلاث مواسم عملنا لا يوم واحد نعم تستدعون شخصيات مثلا تشارك من فلسطين من الدول العربية؟ نعم غالبا نجيب المرابطين المرابطات المبعدين عن المسجد الأقصى المبعدات عن المسجد الأقصى نستضيفهم نعمل معهم حوارات شعبية نخلي الجمهور نفسه يتفاعل معهم نعم يحكي معهم التفاعل بشكل مباشر بكون أدى الرسالة اللي احنا بدنا إياها أكثر نعم من أنه بس نلقي أو أنه الجمهور فقط يشاهد جميل لفت انتباهي تكرار القدس والأقصى يعني عنوان المهرجان نصرة القدس والأقصى من ينصر القدس ينصر الله حتى من ينصر الأقصى ومن ينصر الأقصى لا يمكن إلا أن ينصر القدس حتى ينصر الأقصى الجمع بين المفرداتين المفردة الأولى نعم القدس تعبر عن العرب نعم والمسلمين وخصوصية المسلمين في المسجد الأقصى هذه هي الرمزية إذن القدس هو نوان شامل للعرب غير المسلمين والعرب المسلمين والأقصى للعرب المسلمين هو البعد القومي جميل البعد القومي نعم جميل 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 حضرتك تحدثت قبل قليل عن الجاليات العربية وحسب ما عرفت أن هناك ملتقى أسستمو الجاليات العربية في الأردن يعني ماذا يضم هذا الملتقى وكيف تأسس ما الغاية من تأسيس هذا الملتقى أنتوا بإمكانكم مثلا جمعية التراث والثقافة تستوعب حتى العربي لكن تخصيص عنوان جديد لملتقى ما الغاية منه بصدق إحنا العرب كل إشي بفرقنا نعم يتم تفريق العرب بأبسط الوسائل نعم الكرة بتفرقنا الألعاب بشكل عام بتفرقنا الأدب بفرقنا ما في حاجة في الدنيا إلا تم تكريسها كيف الأدب يفرقنا لتفريق العرب الكرة ربما هناك تنافس غير مشروع غير نعم لكن الأدب كيف يفرقنا الأدب كيف يفرقنا الأدب كيف يفرقنا الأفرادة يجمعنا الكلمة تجمعنا اللغة تجمعنا يتم تطيع مجموعة من الذباب الإلكتروني في الوطن العربي لتشويه سمعة البلدان العربية المجاورة يتم تشويه سمعة المقاومة الفلسطي استقصد أنت من خلال الأدب ليس الأدب بذاته الأدب كيان منفصل الأدباء كان أخطاط في التعبير الأدباء يتم تطويع هؤلاء الأدباء وعلى قدر عالي من النجومية والشهرة لتشويه المقاومة في أي مكان تجد أن المقاومة في فلسطين علي ألف كاميرا تراقب زلاته وأخطاءه هو بشر رح يغلط رح يخطئ لكن نحن نصير نعاقب هذا الأخطاء ونسينا كل الكرامات اللي عملها نسينا مقاومته نسينا نضاله نسينا جهاده يعني الغاية من حربة المشروع ذاته اللي هو المقاومة نعم فنحن نكرس المقاومة في جميع البلدان العربية كيف؟ أنا بحب العراق لكن برضو بحب الكويت هناك مشكلة بين العراق والكويت أنا كعرم أنا كمسلم واجبي أنت عشت في الكويت؟ نعم واجبي أني أحب أنت من جالية الفلسطيني اللي كنتم مقينة في الكويت نعم نحن في العراق والكويت أنا ابن العراق وابن الكويت وابن الأردن واجب كعربي كمسلم أني أحب العراق وأحب الكويت وأحب بالكويت في العراق وأحب بالعراق في الكويت هذا واجبنا العراق حاضن لكل العرب العراق ما قصر مع العرب العراق أرسل الثوار في حرب فلسطين الأولى وحرب فلسطين الثانية والثورة الفلسطينية وفي النكبة وفي النكسة فأنا واجبي أني أكون أدافع عن هذا البلد العظيم واجبي أن أدافع عن الأردن اللي استضافتني واستضافت أهلي واستضافت أجدادي واجبي أني أدافع عن لبنان المسلوب معذرة سنكمل بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقى معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الأردني عقل تيسير قدح فاسمحوا لي ورحبا بضيفي أهلا وسلم بك مرة أخرى شكرا لك سيد عقل كنا تحدث عن الواقع العربي وتحدثت مرة أنت على البلدان العربية وعلى لبنان وأنه وحديثك عن الملتقى الجاليات نعم هناك أطماع من الشرق والغرب في بلادنا العربية بالأخص بلاد الشام والعراق بلاد الشام والعراق هي وحدة حال جسدناها في ملتقى الجاليات العربية الثاني بوحدة الهلال الخصيب وحدة الهلال الخصيب هي عادات وتقاليد هي تراث في الكلور موروث شعبي عاداتنا واحدة تقاليدنا واحدة فكرنا واحد محبين لبعض احنا منحب بعض وقوتنا بوحدتنا ملتقى الجاليات العربية كفكرة هي لتوحيد الفكر العربي الخالص في الأردن عندنا ناس بتنغص علينا عندنا ناس بتحب تشوفنا متوحدين بتحب تشوفنا متفرقين في ملتقى الجاليات العربية الحمد لله وجدنا من الجالي العراقية النظام والترتيب وجدنا ما نحب أن نشاهد من العراق وجدنا الثوب العراقي وجدنا الشعر العراقي وجدنا اللهج العراقية التي نحبها التي نطرب لسماعها وجدنا الأغاني العراقية الجميلة وجدنا من بلاد الشام أيضا ما نحب وجدنا نوعير حما وجدنا البادي في تدمر أيضا في لبنى العراق أيضا فيه نواعير عالي الفرات كان أجدادنا يستخدمون الناعور في إيصال المياه لأنه يمر نهر الفرات في أرض شبه صخرية ويكون وادي عميق فالأراضي الزراعية في مرتفع عالي فالمياه بشكل انسيابي لا تمر على فاستخدموا الناعور لحمل المياه إلى المكانات المرتفعة فما تزال النواعير موجودة في أعالي الفرات يعني من مدينة القائم بداية دخول الفرات إلى العراق من سوريا وعانا وحديثة وهيت وهذه المدن راوة ويمر طبعا في الرمادي في مناطق الرمادي أرض منبسطة سيابية يعلوها المياه لا تحتاج إلى النواعير فالنواعير مازالت قائمة وجميلة طبعا وهناك نواعير في حمال جميلة بدي أن نتحدث عن أنتم أقمتم مهرجان للجالية العربية تحت عنوان غروبتنا تجمعنا لفت انتباهي أنكم جمعتم الشعر الفصيح الشعر العرب الفصيح مع الشعر الشابي وهذا طبعا أنا في تقليمي في تقديري وتقدير أيضا بعض الأخوة الشعراء والأدباء أنه أحدهما يأكل يطغى أو يأكل مساحة الأخر يعني المجتمع أو الحضور المختص في الأدب ربما لا ينسجم مع الشعر الشابي وينظر إلى الأدب العربي أو الشعر العربي هو الراقي سيظلم الشعر الشابي والعكس بعض الناس البسطاء التي ثقافتهم بسيطة ويحضر طبعا راح يتفاعل مع الشعر الشابي باعتبار أنه قريب إلى فهم وعيه ولا يكترث بالشعر العرب الفصيح حتى وأن كانت قصاعد عصماء يعني هنا هذه إشكالية يعني كيف أنتم ما فكرتم في هذا الأمر بالنسبة للشعراء الفصيحة الذين شاركوا ألم يكن لديهم اعتراض في هذا المجال الوقت لا يسعفنا نعم وأحيانا التكلفة المادية العالية أيضا لا تسعفنا ملتقى الجاليات العربية كان لثلاث أيام نعم الموسم اللي فات كان فقط ليوم واحد أحيانا لا تستطيع أن تكون مثالي في وقت أفكارك كلها مثالية نعم المثالية مطلوبة لكن أبحث عن البساطة في تقديم العمل الشعر العمودي معروف هو أبو الأدب وهو ملك الأصناف الأدبية الشعر مملكة نعم إذا أردنا تجزيء هذه المملكة سقطت ولن يسقط الشعر ولن يسقط الشعراء بالعكس سيرتقوا الشعر الشعبي نعم هو قريب للعامة نعم جمهورنا مثقف وجمهورنا عام ما بقدر أحصر نفسي بمهرجان للشعر فقط نعم فصعب أن أحط كل الشعراء شعر عمودي نعم وأنسى الشعر الشعبي باللهجة المحكية له بإمكان أن تقيم مهرجانا للشعر العربي الفصيح ويكون مهرجان آخر للشعر الشعبي حتى تكون المفاضلة ليس فيها حيف أو ظلم لأنه سيكون مفاضلة الآن من خلال الجمهور الحاضر يعني مفاضلة ضويقية ليست هناك لجنة مشرفة لكن مفاضلة ضويقية بصدق أنه سيظلم أحد اللونين بصدق يعني قدموا الشعراء بدي أقدم لهم تحيي للشعر محمد خضير والشعر ياسر الأقرع والشعر شفيق العطاونة قدموا شعر عمودي يستحق التقدير بكل ثقة أظن كان أيضا الشعر علي الفعوري والشعر علي الفعوري نعم صحيح أعتذر الشعر علي الفعوري مثل أردن الشعر محمد خضير مثل فلسطين الشعر ياسر الأقرع مثل سوريا والشعر الشعبي مثله الشعر سعد يوسف أقدم لهم إحترام شكرا لهم لكن فعلا هي مفارقة طيب لماذا اختصر الشعر الفصيح على الأردن وفلسطين فقط أو سوريا حبينا نسمع اللهجة العراقية نحن متيمين باللهجة العراقية لإمكان أن تستضيفوا شعراء شعبيين وشعراء أيضا شعراء فصيح من العراق لماذا اختصر فقط على اللهجة العراقية وإن كانت محببة لبعض الشعوب العربية نحب يسمعها اللهجة العراقية تربطهم بهذا العنفوان وهذا المجد وهذا الوفاء للعروبة والإسلام من خلال هذا البلد الذي تحمل مسؤوليات كبيرة تجاه محارك المصير ضد الكيان الصهيوني وكل أعداء الأمة لكن بإمكان أن تستضيفوا بصدق كان الخيار ريك فصيح وشعراء شعبيين واتصلنا بمجموعة من الشعراء العمودي نعم عراقيين لكن اللي اعتذر قبل بيومين من داخل العراق؟ من الأردن نعم نعم اللي اعتذر قبل بيومين اللي اعتذر قبل بأسبوع لكن الأستاذ سعد العراقي كفة ووفة إن شاء الله إن شاء الله أنه في المرات القادمة التخصص مفيد ومهم جدا نعم التخصص الشعر العمودي هو الشعر العمودي أنا قلت أنه يصير المفاضلة بين القصائد نعم صحيح ليس بين اللونين هناك قلت أنه النخبة في مجال الأدب نعم تحب الشعر العمودي تحب الشعر العمودي والأدب الفصيح واللغة اللغة الفصيحة ربما يظلم هذا الجانب فيه عذوبة فيه جمال المجتمع يحبه والمجتمع الذي يعني غير مختص باللغة العربية والأدب العربي رح يعني ينساق خلف عواطفه إلى الشعر الشعبي وسيظلم قلت لك حتى لو قصائد أصمى ستظلم رح تصير مفاضلة بين اللونين ليس بين القصائد فإذا كان الشعر الشعبي على معزل تصير المفاضلة بين القصائد وبين الشعراء قوة الشعر وأيضا بالنسبة للأدب الفصيح علمت أنكم تقيمون الجمعية تقيم مسابقات بشكل متواصل في التراث والثقافة ففي أي لون من التراث في أي لون من الأدب تقيمون هذه المسابقات نعم مسابقة الزرقاء الثقافية لموسمها الثامن ثمن مواسم كل موسم كان كنا نتعلم من السلبيات والأخطاء اللي كنا نعملها لكن برضه إحنا كجمعية ما في إلنا داعم ما إلنا رافض مهدي أول ثلاث مسابقات بسيطة ومش به القيمة العالية أول ثلاث مواسم كنا نفسنا إحنا كنا هو وعمالنا نحاول نطلع أي حاجة إبداعية ثقافية في محافظة الزرقاء نعم بعد سمت الألفين وسبعتاش بلشنا نتطور بلشنا نكبر بلشنا فكرنا يكبر بلشنا نستوعب المسابقات الثقافية الحقيقية أدخلنا مساقات أدخلنا مجالات في المسابقة نعم خلينا مجال الشعر العمودي لحال الشعر الشعبي لمساق آخر الأدب القصة الرواية الخاطرة والمقالة مساقات مختلفة أربع مجالات الطرب والإنشاد الإلقاء الإذاعي التمثيل والمسرح والفن التشكيلي والحرف اليدوية الحرف اليدوية هي الفيلكلور الشعبي للبلدان معنا لجان مختصة الأديب محمد المشايخ رئيس للجان الأستاذ رائد جبريل للشعر العمودي الأستاذ سعد يوسف للشعر الشعبي الأستاذ أحمد أبو حليوة للقصة الأستاذ هنا قدح للرواية الأستاذ جمع العطاوني للموسيقى كان معنا مجموعة من الممثلين في التمثيل والمسرح الفيلكلور الشعبي كان أحد مؤسسين فرقة العاشقين مؤسسين فرق الفيلكلور في فلسطين الأستاذ كمال أبو حلاوة للفن التشكيلي بشكل عام والأستاذ إسراء الجمل هي المنصق العام للملتقى هذه النشاطات الواسعة جدا توحي أنكم لستم جمعية فقيرة و جمعية نشاطات تقوم بها وزارة كل ألوان الإبداع الإنساني أنتم تناولي في هذه النشاطات وهناك لجان تقوم بالإشراف على المسابقات و المسابقات في كل فنون الحياة يعني حقيقة جهد جهد كبير يعني بصدق في كورونا كنا أول من عمل الأمسيات الشعرية المغلقة اللي هي على الفيسبوك و على الزوم كنت أول شخص في العالم بيعمل أمسية شعرية أو ملتقى أدبي عبر الفيسبوك مع مجموعة من الشعراء اللي كانوا معنا على البث المباشر نعم جميل الآن بدي أن تحدث عن إبداعك الخاص هذا إبداع عام وأنت يعني محرك مهم في هذا الإبداع العام تحدث عن إبداعك الخاص يعني أصدرت كتابا أو كتابك الأول الذي حمل عنوان شيء من الغدري والوفاء الذي صدر عام 2006 وهو عبارة عن نصوص ناثرية استوقفني العنوان أنك قدمت الغدر على الوفاء هل كنت تمر بظروف قاسية تعرض فيها الغدر فقدمت الغدر على الوفاء دائما إنسان يكون متفائل يقدم ما هو إيجابي على السلبي في عالمنا البسيط نعم الأمر المحسوس هل هو الغدر أم الوفاء الغدر الغدر طبعا يكون موجع وأكثر نعم ومشاهد بالعين الوفاء إما يكون حكرا على الروايات أو النوادر قصص خيالية نعم من النادر أن تجد الوفاء نعم لكن الغدر أعم وأشمل وموجود بكثرة فكان الغدر أكثر وكان الغدر طاغي نسر الله أن يحميك من الغدر ويكثر حولك الأوفاء الكتاب الثاني هو يعني عبارة عن مقالات سياسية حمل عنوان عندما نجتمع صدر عام 2013 نعم هنا أنت متفاعل السياسة دائما تفرق فكيف اجتمعتم أو بصدق هو الكتاب في سياسة بسيط وسهل نعم حبيت أجمع مجموعة القوى في الوطن العربي والعالم الإسلامي نعم ما الذي يميز العراق وين قوة العراق وين قوة سوريا وين قوة فلسطين وين قوة الأردن وين قوة السعودية وين قوة بلاد الخليج بشكل عام وين قوة اليمن وين قوة مصر في ايش قوية المغرب في ايش قوية الجزائر نعم عندما نجتمع سنصبح أقوية لكن هذه البلدان بماذا هي عظيمة شو اللي خلي هاي البلد قوي أو شو اللي بيخلي هذا البلد مع البلد الثاني قوي هاي فكرة الكتاب نعم اذا بدنا عداد بشرية موجود في مصر عداد بشرية هائلة مئة وعشرين مليون اذا بدنا فكر العراق اذا بدنا صناعية نعم المصر نعم سوريا الشام ايضا نعم الشام 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 فاعل نعم قوة البلاد العربية بتجمعها نعم مش تباحة طمعا لكن القوى المارقة نعم والفاسدون والخوانة العملات يعملون على تمزيق هذه الأمة مقومات الوحدة كبيرة واسعة لكن نصر الله ان يوحد هذه الأمة الكتاب الأخير وهو مخطوطة ما زال عبارة عن مخطوطة حمل عنوان سلسلة قصائد النكبة نكبات العرب كثيرة لا تحصى وهي ليست قصائد وهي ليست قصائد هي مجموعة نثرية ايضا انا مختص في النثر انت عطيت هذا عنوان سلسلة قصائد النكبة نعم نبارة نصوص نثرية نعم نعم هي نصوص نثرية تحدث عن النكبة فأي نكبة نكبة فلسطين نكبة كثيرة هي نكبة العرب نعم عندما ينتهي الاحتلال الصهيوني اليهودي نعم سينتهي احتلال الدول العربية بالكامل جميع دولنا العربية هي دول محتلة للأسفل وتنتهي النكبات إن شاء الله وتنتهي النكبات شكرا لك الكاتب والناشط الأردني عقل تيسير قدح على هذا الحوار الممتع شكرا لك وأتمنى لكم نشاطات ومهرجانات كبيرة وصدا كبير في المشهد الأردني والفلسطيني والعربي شكرا لك نتمنى منكم أن تبقوا معنا وأن تكونوا معنا في دوراتنا القادمة في ملتقى الجهاليات العربية وفي مهرجان نصرة القدس والأقصى وفي مصابقة الزرقاء الثقافية نتمنى أن تكونوا معنا إن شاء الله سنكون معكم شكرا لك شكرا لك دكتورنا وشاعرنا الحبيب شكرا لك عزيزي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة